السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة سنوات ثانية ثانوي جميع الشعب العلمية مرحبا بكم إلى قناتكم لرياضيات بعدما شفنا الجزء الأول والجزء الثاني على المرجح في المستوي عرفنا ما معنى المرجح قلنا أن مرجح نقطتين هو قلنا أن لتكون آوابي نقطتين متميزتين المرفقتين بالمعاملين ألفة وبطعة للترتيب حيث يحقق العلاقة التالية ألفة زائد بيطة لا يساوي سفر هو شرط ضروري جدا لكي نتكلم على مرجح النقطتين مرجح الجملة تعقى آوابي إذن آ المرفقة بالمعامل آ ألفة وبي المرفقة بالمعامل بيطة إذن نقول النقطة إذن مرجح النقطتين هما النقطة الوحيدة هي النقطة الوحيدة جي التي تحقق العلاقة الشعائية ألفا جي أ بلس بيطة جي بي تساوي أشواء المعدوم ثم بعد ذلك تترقنا إلى خواص المرجح الآن راح نشوف كيفية إنشاء هذه النقطة الوحيدة جي إذن كيف أنشئ نقطة مرجح نقطتين؟ طبعا هناك طريقة هي جد جد سهلة لإنشاء مرجح النقطتين هي تتعمت على الطريقة التالية نقول إذا كانت أولا نفرض أن هذه النقطة جي موجودة إذن جي هي مرجح الجملة المثقلة آ ألفة وبي بي تا نتابع طبعا كيكون جي مرجح الجملة المثقلة آ ألفة وبي بي تا لازم يكون ألفة زائد بي تا لا يساوي سفر إذا ما تحققتش هذه العلاقة إذا كان المجموع يساوي سفر فإننا لا نتكلم على مرجح الجملة المثقلة يعني تكون جي غير موجودة إذن عندما يكون عندي جي مرجح الجملة المثقلة فإننا عندي العلاقة الشعاعية التالية آ جي تساوي بي أو بي تا على ألفة زائد بي تا في آ بي إذن هذه العلاقة الشعاعية شفناها من قبل شفناها عندما برهنا أن جي وحيدة الآن الطريقة هي تكمن كالتالي وش رح ندير؟ بعدما عندي العلاقة الشعاعية أو الشعاع آ جي بهذا الشعاع رح أعين النقطة جي إذن مبدأ هذا الشعاع هو آ A G يساوي بيطا على ألفا زائد بيطا A B وهذا العدد هو عدد حقيقي إذن تقول القاعدة كالتالي نقسم القطعة المستقيمة A B إلى ألفا زائد بيطا يعني إلى المقام العدد اللي يره في المقام إلى ألفا زائد بيطا قطعة متقايزة ثم انطلاقا من A نضع J على بعد بيطا على ألفا زائد بيطا وذلك باستعمال نظرية طالس طبعا في أول وهلة سأجيكم الطريقة صعبة ولكن صدقوني سأجيكم أمثلة سأجيكم الطريقة أسهل ما يكون نبدأ بالمثال الأول إذن أرجو منكم التنبيه والتركيز إذن المثال وش يقول ليكون J مرجح الجملة المثقلة تاعي A ذات المعامل 2 وب ذات المعامل نقص 1 يقول سؤال أنشئ النقطة J إذن نطبق طريقة المعطا إذن أول شي قبل ما نتبع طريقة نحكي لكم على الملاحظات اللي شفناها من قبل هنا أولا عندي ألفا تاعي كم يساوي هنا ألفا يساوي 2 وبيطا تاعي يساوي نقص 1 أولا رح نتحقق من وجود النقطة J كيف أتحقق وذلك كالتالي نجمع ألفا زائد بيطا إذن لاحظوا معي ألفا زائد بيطا كم يساوي؟ رح يساوي 2 ألفا زائد بيطا نجمع 2 نقص 1 إذن يساوي 2 2 نقص 1 و2 نقص 1 وهو الواحد والواحد يختلف عن السفر إذن الفرضية أو العلاقة ألفا زائد بيطا لا يساوي السفر يعني ذلك أن الجي موجودة ما معنى الجي موجودة فإننا ممكن إنشاؤها هذه أول حاجة إذن بما أن والآن عندي لاحظوا معي هنا قلت ألفا تاعي هو 2 وبيطا يساوي نقص 1 قلنا في الملاحظات أنه عندما يكون ألفا وبيطا من إشارتين مختلفتين يعني قلنا أنه إذا كان الجودة ألفا بيطا أقل من السفر وش قلنا ؟ قلنا في الملاحظة أن الجي رح تكون تنتمي إلى المستقيم AB يعني الجي على المستقيم AB ما هذا القطعة المستقيمة يعني ما تكونش في القطع المستقيمة ممكن نزيدها هذه المهلومة نقص القطع المستقيمة AB لانا احنا شفنا ان متى تكون تنتم الى القطع المستقيمة اذا كان الفا يساوي بي اذا حتما جي تقع على طول المستقيم بما عدا القطع المستقيمة الان راح نشوف وش معنة هذه نبدو في تطبيق للطريقة اذا جي هو مرجح الجملة تاعي اذا جي مرجح او مرجح كما نحبين نقوله الجملة المثقلة اذا نكتب جي مرجح الجملة المثقلة وش عندي العلاقة الشعاعية الجملة المثقلة ا التي ترفق بالمعامل اثنين وب التي ترفق بالمعامل نقص واحد وش عندي العلاقة الشعاعية التاعي هي كالتالي احنا نعرف ان المعامل تاع ا هو اثنين في جي ا هذه العلاقة الشعاعية اللي عندي نقص معامل بي اللي هو نقص واحد في جي بي تساوي الشعاع المعدوم الان وش راح ندير باش اتحصلها لعال هاد العلاقة نحبين نعودها لكم كيفا تحصلوا على العلاقة عاجي تساوي بيتا على الفا زايد بيتا على في ابي لاحظوا معايا الان راح نكتب باستعمال علاقة شال وش راح ندير راح ندخل النقطة ا على الشعاع على الشعاع جي بي تبعوا فقط معايا اذا هنا راح ادخل هنا النقطة ا على شعاع جي بي ماذا اتحصل تبعوا فقط اثنين جي ا يبقى كما هو ناقص نفتح قوس ننطبق على قتشال وش تقولي لي هنا جي ا زايد شعاع بي طبعا يساوي الشعاع المعدوم ركزوه ثم الآن ننشر اذا اثنين جي ا ناقص جي ا ناقص ابي تساوي الشعاع المعدوم عفوا هذا يكافئ ماذا اذا اثنين جي ا ناقص جي ا اصبح لي جي ا تساوي نرد شعاع ابي للطرف الاخر وتساوي ابي ولكن انا ما حبيت جي ا حبيت اجي اذا ناقص شعاع هذي رح يقولي لي اجي ماذا يساوي رح يساوي لي ماذا يساوي لي ناقص ضربت في ناقص هنا ابي ناقص الشعاع ابي اذا هل تحصلت على العلاقة هذه اجي تساوي بيطا على الفا زايد بيطا نعم لماذا حاولوا تعاوضوا معايا لحظوا معايا اجي انا كتبت في العلاقة في طريقة اه انشاء اجي تساوي بيطا كم تساوي بيطا هو ناقص واحد ناقص واحد على الفا زايد بيطا قلنا ان اثنين ناقص واحد واحد ابي اذا اجي اذا اجي يساوي ناقص ابي هي نفسها ولكن حبيت نذكركم كيفا هلقينا هذ العلاقة الان كيفا انشاء النقطة جي حيث اجي تساوي ناقص ابي إذن فلننتبه نعتبر إذن نكتب نقطتين A و B لاحظوا إذن الخطوة الجد جد مهمة لاحظوا معي عندي A وعندي B نقطتين عندي شعاع A B يقول A G هو عكس A B هنا هذا هو شعاع A B إذن أين هو عكس شعاع A B نجي من الاتجاه هذا ولكن هنا عندي مثلا 1 2 3 4 عندي 4 مربعات نحسب نفس الطول 1 2 3 4 إذن النقطة G رح تكون عنده هذا الموضوع إذن A G تاعي لاحظوا معي A G يساوي ناقص A B عكس الشعاع A B إذن موضع النقطة G تكون هنا لاحظتوا أن قلنا من البداية حسب الملاحظات أن G تقع على المستقيم A B ما هذا القطع المستقيمة يعني ما لازمش تلقوا G تقع هنا داخل القطع المستقيمة A B إذن هذا رح تقع على المستقيم A B ما هذا هذه القطع إذن أول إنشاء هذا هو الإنشاء أتمنى فقط أن يكون سهل نزيدوا مثال آخر إذن مثال ثاني إذن يقول G مرجح الجملة المثقلة التالية A 2 و B المرفقة بالمعامل واحد أنشاء النقطة G أولاً رح نكتب بأن لاحظوا معي عندي ألفة تاعي هنا ماذا يساوي إذن ركزوا بقط معايا ألفة تاعي يساوي ثنين و B يساوي واحد وش نلاحظ كأول معلومة قبل ما نشاء النقطة G يعني نجبد معلومات على النقطة G أولاً أولاً النقطة G موجودة لماذا؟ لأن ألفة زائد بيطة لا يساوي السفر لماذا؟ لأن ثنين زائد واحد يساوي ثلاثة وثلاثة يختلف عن السفر ممكن نكتب أن G فعلاً موجودة أولاً رغم أنه قال لي أن G مرجح يعني هي موجودة ولكن نكتبها لا علينا إذن أولاً هي موجودة ثاني شي بما أن هنا مش رح نلاحظ نلاحظ أن ألفة هو ثنين و بيطة يساوي واحد يعني ألفة في بيطة أكبر من السفر يعني ألفة و بيطة من نفس الإشارة وش قلنا في الملاحظات كيكون ألفة في بيطة أكبر من السفر يعني ألفة و بيطة من نفس الإشارة قلنا أن G تقع داخل القطعة المستقيمة AB هكذا قلنا في الملاحظات إذن عندي معلومة على G أولاً أنها تقع داخل AB ثم بعد ذلك عندي معلومة أخرى شفناها في الملاحظات أن G رح تكون أقرب إلى ماذا؟ رح تكون أقرب إلى نقطة A لماذا؟ لأن المعامل تح أكبر قلنا في الملاحظات أن G رح تكون أقرب إلى أكبر معامل بين A و B هنا أكبر معامل موجود بالنسبة ل A إذن رح تكون أقرب ل A هنا معلومتين نبدأ على بركة الله إذن مش قلنا قلنا أن G هي مرجح الجملة المثقلة A المرفقة باثنين و B المرفقة بواحد فإلا عندي العلاقة الشعاعية دائماً تشوفوا فقط الجملة هذه هي مرجح إذن تقولي لي اثنين G A نزائد واحد معامل B واحد في G B تساوي شعال ما دوب ولكن مش في كل مرة نستخرج لكم A G نحن عدنا A G ماذا يساوي A G باش نعلم لكم حيلة كيف تستخرجوها ممكن نستخرجوها باستعمال علاقة شعال ولكن مباشرة هذه علاقة معروفة A G ماذا تساوي تساوي هنا تكتبوه معامل بي معامل بي اللي هو واحد على ألف زائد بي ألف زائد بي كم قلنا قلنا يساوي ثلاثة إذن واحد على ثلاثة A B هذه هي العلاقة الشعاعية اللي لازم تعرفوها على ظهر قلب الآن عندي A G يساوي ثلث A B إذن نرسم نعين نقطتين ثم نعين النقطة G أين تقع G إذن فلتكون مثلاً يكون عندي نقطة A تقع هنا والنقطة B تقع هنا إذن رح نقسم الآن قلنا أن طريقة إيجاد النقطة G نقسم القطعة المستقيمة A B إلى المقام المقام كم يساوي ثلاثة إذن رح نقسم القطعة التاعية A B إلى ثلاث أقسام متساوية هنا مثلاً نقسمها على أقسام ثلاثة متساوية واحد ثلاثة ثم بعد ذلك أين تقع النقطة G قلنا أن G تقع داخل القطعة A B إذن A G رح يكون واحد على ثلاثة إذن نأخذ جزء واحد فقط من أجزاء الثلاثة إذن G تاعي رح تقع هنا وقلنا أن G رح تكون أقرب من A إذن ما اكتبهاش هنا لأن قلنا في السابق أن G تكون أقرب من A على B إذن G تاعي رح هنا نقطة G أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط لإنشاء هذه النقطة لحظة المثال الثالث إذن ج مرجح الجملة المثقلة A المرفقة بالمعامل نقص أربعة وبيع المرفقة بالمعامل نقص أربعة هنا يقول دائما نفس السؤال أنشئ النقطة جي هنا دائما نفس الخطوات أكتب ألفة تاعي هي نقص أربعة وبيطة تاعي هي كم؟ هي نقص أربعة هنا ما رحش ننشأ مباشرة لماذا؟ لأنني لو لاحظتم معي أن هذه أن ألفة تاعي ممكن أكتبه على شكل لاحظوا معي نقص ثنين في ثنين يعني نقص أربعة ممكن دوك تشوفوا وعلا في ثنين وبيطة تاعي ممكن نكتبه على شكل أيضا نقص ثنين في واحد وش معنتها؟ معنتها ألفة وبيطة مضروبين في نفس العدد اللي هو نقص ثنين طبعا وثنين وواحد هو المعاملات تاع المثال الثاني لاحظوا معي هاولك ألفة يساوي ثنين وبيطة يساوي واحد إذن ماذا قلنا؟ قلنا فيما سبق أن إذا كان من بين خواص المرجح إذا كان ج مرجح ثنين الجملة المثقلة آ ثنين واحد فإن ج هو مرجح أيضا ك في ألفة وك بيطة هنا كاتاعي كاتاعي هنا يمثل نقص ثنين يعني ألفة وبيطة مضروبين في نفس العدد والعدد هذه القنال هم مرجح إذن المرجح في المثال الثاني إذن نقول في هذه الحالة في هذه الحالة مرجح النقص إذن مرجح في هذه الحالة مرجح أتمنى فقط أنكم تنبهتوا لهذه المعلومة مرجح الجملة المثقلة لاحظوا معي أ نقص أربعة وب نقص ثنين هو نفسه هو نفسه مرجح الجملة المثقلة اللي شفناها في المثال الثاني اللي هي A 2 و B 1 وش معنتها معنتها هو نفسه 1 على 3 اللي هو هنا 1 على 3 A B اللي هو هذا تمنى فقط أن تكون معلومة وصلت بهذا أكون عند نهاية هذه التمرينات لكيفية إنشاء المرجح الجملة نقطتين أتمنى فقط أن أكون وفقت في الشرح المبسط لهذا الدرس تمنيتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته